بسم الله الرحمن الرحيم هو عبارة عن معدلة المحجبة والموضوع الثاني دوت بيكلم على أربع نقاط مفهوم معدلة المحجبة أشر العمليات المالية على معدلة المحجبة الحسابات كأساس للقيد المحجبة قاعدة هتقوم عليها المحجبة هي قاعدة القيد المتدوج نحن إن شاء الله في المحضرة دي هنتكلم على النقطة الأولى والنقطة التانية تعالوا كده مع بعض نتكلم على مفهوم معدلة المحجبة يقول لي أنه بترتكز المحجبة المالية على قاعدة منطقية هي أن جميع الممتلكات المنشأة تتشاوى مع مصادر الأموال التي جاءت بهذه الممتلكات طيب إحنا يمكن في الموضوع الأول اتكلمنا على الممتلكات الألات والأراضي والشيارات والنقدية والمدينين وأوراق العبد حتى الشهرة حروق الاختراع كلها بتعتبر ممتلكات للمنشأة هي حنقول عليها إيه استخدامات الأموال طيب هي المنشأة جابت ممتلكاتها منين إيبا لازم يكون في إيه لازم يكون فيه مصدر للأموال مصدر الأموال دوت عبارة عن إيه عبارة عن التزامات على المنشأة إيبا نقدر نقول إن المعادلة المحجبة هي عبارة عن إيه هي عبارة عن استخدامات الأموال اللي هي الممتلكات تساوي مصادر الأموال اللي هي الالتزامات طيب تعالي كينش مع بعض استخدامات الأموال كمثال لإستخدامات الأموال ومصادر الأموال تعالوا كينش مع بعض بيقول لي بفرض أن نشاط عبدالله كان في مجال المخابز الألية حيث أودع مبلغ خمسمائة ألف ريال بالبنك في حساب المنشأة وعلى فرض أن مئة ألف ريال قد اقترضها من البنك والباقي وبعمية ألف ريال من أموال الخاصة تعالوا كينش مع بعض العملية ديت بنقول لي أن عبدالله قرر أنه هو يعمل مشروع المشروع ده هو تقسم المخابز الألية وطبعا عشان أي واحد يعمل مشروع يبقى لازم يكون عنده غأس مال طب المبلغ اللي حيحطه عبدالله في البنك في حساب المنشأة في البنك حط كم في البنك حط خمسمائة ألف دي اسمها إيه نقدية بالبنك يعني معنى كده أنه النهاردة المنشأة بتمتلك شوف احنا بنقول إيه المنشأة مش عبدالله المنشأة بتمتلك نقدية في البنك كامل مبلغ خمسمائة ألف طب السؤال هنا هي جابت منين المبلغ ده هنقول أنه عبدالله جاب المبلغ دوت عن طريقين خد قرض بمبلغ مئة ألف ريال دين ولا مش دين 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 على مين مش على عبدالله دين على المنشأة للغير وكمان عبدالله حط من أمواله الخاصة ربعمائة ألف يعني يعتبر يعتبر هو ده رأس مال المنشأة دين ولا مش دين على المنشأة دين بس دين على المنشأة لمين لصاحب المنشأة يبقى نقدر نقول هنا أنه الأموال اللي موجودة في البنك اللي هم الخمسمائة ألف مصدرهم ايه يبقى شوف النحية التانية مصدر الأموال دي قرد بمئة ألف ورأس المال ربعمائة ألف طيب ما تيجي نطبق الكلام دوت من ناحية المحاسبية نقول أنه النقدية بالبنك اللي هي الاستخدامات هي دي تعتبر ممتلكات المنشأة طيب هي الممتلكات دي جبناها منين أشوف كده القرد القرد دوت يعتبر التزام على المنشأة لمين للغير طيب ورأس المال هو برضو التزام أو دين على المنشأة بس مين للصحبة يبقى نقول استخدامات الأموال أو ممتلكات المنشأة هي عبارة عن نأدية ومدنين وأوراق أرض وآلات وصيارات والشهرة كل دول احنا كنا سميناهم قبل كده الأصول يبقى ممتلكات المنشأة الأصول طيب والالتزامات اللي على المنشأة للغير سواء كانت الالتزامات دي طويلة الأجل أو قصيرة الأجل الديون دي هنسميها ايه الخصوم طيب والالتزامات اللي على المنشأة لصحبها الالتزامات اللي على المنشأة لصحبها اللي هي في شكله هنا رأس المال هي عبارة عن حقوق الملكية يبقى نقدر نقول ان معادلة المحجبة هي عبارة عن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية ودايما المعادلة دي لازم تبقى في حالة توازن يعني لازم اي عملية تتم لابد في النهاية الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية طبعا تعالوا كيرا نشوف مع بعض اصل العمليات المالية على معادلة المحجبة يعني ايه الكلام دا العمليات المالية شغى بضاعة شغى آلات الحصول على اراد شداد مصروف دي بنقول عليها عمليات مالية طب ايه بقى اثر العمليات دي على ايه على معادلة المحجبة بيقول لي هنا ايه بقول لي انه لازم بعد كل عملية مالية يجب ان يتشاوي ايه يجب ان يتشاوي طغافي معادلة المحجبة لازم الاصول تشاوي ايه الخصوم زائد حقوق الملكية تعالوا كده مع بعض ناخد المثال والمثال دوت في عشر عمليات محاسبية هنتكلم عليهم عشان نطبقهم على المعادلة المحاسبية المثال ده بيقول لي بفرض ان ابراهيم قرر البد في نشاط خدم وذلك بانشاء مؤسسة اسمها المغاسل الالية يعني هو النشاط اللي حيقوم به هو نشاط مخسلة وقام بالعمليات التالية طبعا احنا عارفين انه اي نشاط في البداية لازم يكون له ايه لازم يكون له رأس مال فتعالوا كده مع بعض نبدأ وحدة وحدة عملية عملية ونشوف مدى تأثير كل عملية على ايه على معادلة المحاسبة بتعالوا بتعالوا كده مع بعض نشوف اول عملية بتقول هي بتقول في واحد واحد خصصة مين بقى صاحب المنشأة ابراهيم مبلغ وقدره تمنمية تمنمية ريال من مال الخاص لهذا النشاط وقد قام فعلا بفتح حساب جاري بالبنك بإثم المنشأة وأودع فيه المبلغ كاملا طب تعالوا كده نشوف مع بعض العملية دي معناها هي انه ابراهيم فكر انه ينشئ مشروع فقرر انه يكون رأس مال المشروع دوت تمنمية الف ريال يبنى نقدر نقول رأس مال المشروع ادي ادي معانا رأس المال تمنمية الف ريال طب انا حطت هنا علامة موجب يعني يعني كان قبل العملية دي كان رأس المال كام لا شيء عشان كده لما بدأنا حصل ايه في رأس المال بتاع المنشأة حصل فيه زيادة طب السؤال هو رأس مال المنشأة ده يعتبر اصول ولا خصوم ولا حقوق ملكية معروف ان رأس مال المنشأة حقوق الملكية طب المبلغ دوت اللي هو رأس مال المنشأة ابراهيم ابراهيم حط المبلغ ده فين حلا انه راح البنك وفتح حساب جاري في البنك يبقى فيه عندي حساب اسمه ايه حساب اسمه نأدية بالبنك طب النأدية بالبنك قبل ما يعمل اداع كانت كام سفر مفيش طب لما عمل اداع حصل الله ايه جاد يبقى نقضى نقول انه العملية دي اللي هي العملية الاولى لها تأثير على كام حساب كلمة نأدية بالبنك هنقول عليها حساب رأس المال حساب عليها هتأثر على كام حساب هتأثر على حسابين وإحنا عارفين انه النأدية بالبنك دي تعتبر من حسابات ايه من حسابات الاصول يبقى نقول حاجة هنا مهمة جدا ايه هي اي عملية على الاقل بتأثر في كام حساب في اتنين على الايه على الاقل يعني ممكن يكون التأثير على اكتر من اتنين ولكن اقل الشيء هو كام حسابين ابتان العملية ديت ابراهيم اللي هو صاحب المنشأة قرر انه يفتح منشأة ف رأس المال المنشأة ديت عبارة عن 800 الف ريال رأس المال زاد واحنا عارفين انه رأس المال يعني حقوق الملكية رأس المال دوت حطه في البنك فبرا عندي نأدية بالبنك النأدية اللي في البنك حسن الله ايه جلد واحنا عارفين انه النأدية بالبنك دي تعتبر ايه تعتبر أصول طيب تعالوا كنا نشوف مع بعض احنا لما كنا اتكلمنا في الموضوع الاول كنت بقول ايه بقول قيمة المركز المالي بتشمل ثلاث حاجات أصول خصوم وحقوق ملكية تعالوا كنا نشوف مع بعض المعادلة المحاسبية ربار عن ايه ادي جانب اهو الجانب ده اسمه ايه اسمه الاصول اللي هي استخدامات الاموال طيب الاصول اللي موجودة عندي هنا في التمرين ربار عن ايه ربار عن نقدية بالبنك قيمتها كام 800 الف يبقى المجموعة تحت هنا كام 800 في النحية التانية يشاوي الالتجامات مصادر الاموال يبقى المعادلة بتاعتي استخدامات الاموال او الاصول تشاوي الالتجامات او مصادر الاموال طيب مصادر الاموال صاحب المنشأة المبلغ دوت اللي حطه في البنك جابه منين ده هو عبار عن ايه ده هو عبار عن رأس المال كامل مبلغ رأس المال 800 الف يبقى المجموعة تحت كام 800 يعني معنى كده ان بعد كل عملية لابد انه الاصول لاستخدامات الاموال تساوي الالتجامات او مصادر الاموال تعالوا كنا نشوف مع بعض العملية رقم اتنين يقول لي هنا ايه في العملية التانية في اتنين واحد اشتغى ابراهيم مبنى بمبلغ 100 الف ريال ليكون مقررا لأعمال المنشأ وقد سدد قيمته لصاحب العقار من حساب المنشأ بالبنك طب تعالوا نشوف مع بعض اثر العملية دي على معدلة المحزبة لو احنا رجعنا العملية دي هنقول انه ابراهيم اشتغى ايه اشتغى مبنى يبقى دلوقتي عنده ايه يبقى عنده دلوقتي بيمتلك مبنى المبنى دوت قيمته كام قيمة المبنى المبنى 200 اه 100 الف ريال قيمة المبنى 100 الف ريال طيب تعالوا نشوف مع بعض هي المباني تعتبر تعتبر اصول ولا خسوم ولا حق ملكية يعني دايما اسأل نفسي الحساب اللي انا بتكلم عليه ده اي واحد من الثلاثة طبعا احنا عارفين انه المباني عبارة عن اصول واصول ثابتة كمان طيب تعالوا كده نشوف مع بعض يبقى دلوقتي المنشأة بقت بتمتلك مباني طب المبلغ دوت 100 الف تسدده صاحب المنشأة يعني ابراهيم تسدد المبلغ لصاحب العقار منين من البنك يبقى في عندي نأذية باليه نأذية اللي موجودة في البنك ولو احنا رجعنا مع بعض للعملية الاولى هتلاقي انه كان في نأذية بالبنك 800 الف النهار انا خدت منها يعني حرش الله ايه حرش الله نعص بكم بمئة الف طب وهي النأذية بالبنك تعتبر ايه تعتبر اصول يعني معنى كده ايه معنى كده ان العملية ديت لها تأثير على ايه على اصول المنشأة طبب ما تيجي كده مع بعض نشوف العملية ديت لو احنا عملنا قيمة المركز المالي قيمة المركز المالي يعني فيه هنا عندي الجانب الايمن الاصول اللي هي استخدامات الاموال وفي الناحية التانية الالتزامات او مصادر الاموال اللي هي المعدلة معادلة المحزبة تعالوا كنشوف مع بعض الاصول انا كان عندي نأدية بالبنك دايما انا بعمل ايه بعمل اضافة على العملية الشبقة لو احنا رجعنا كده للعملية الشبقة هنلا ان انا كان عندي كام عندي نأدية بالبنك قمتها كام قمتها تمنمية الف بس هنا انا دفعت من النأدية بالبنك كام دفعت مية الف يعني النأدية بالبنك حصل الله ايه حصل لها نعش كانت تمنمية الف دفعت منهم مية الف يبقى دلوقتي النأدية بالبنك بقت كام سبعمية طيب والاصول يعني ممتلكاتي حصل ايه زادت زادت بيه زادت بالمباني اللي انا اشتريتها يعني معنى كده فيه اصل نقص اللي هو ايه اللي هو النأدية بالبنك فيه مقابل انه اصل تاني حصل ايه زيادة يعني انا عندي نأدية بالبنك كانت تمنمية الف دفعت منهم مية الف بقت دلوقتي النأدية سبعمية وكمان امتلكت بالاضافة للنأدية اللي موجودة في البنك امتلكت ايه امتلكت مباني قيمة المباني دي كان مية الف المجموعة هنا كام تمنمية الف السؤال هل رأس المال المنشأ حصل عليه اي تغيير طبعا لا العملية دي كان كل التأثير في جانب واحد هو جانب الايه جانب الاصول يعني معنى كده ان حقوق الملكية اللي هو رأس المال زي ما هو تمنمية الف يبا احنا نطلع بحاجة هنا ايه هي انه اي عملية تأثيرها على الاقل في كم حساب على الاقل اتنين يعني ممكن يكون اكتر من كده بس اقل حاجة كام اتنين ولما جت شفت هنا التأثير على قيمة المركز المالي هل المجموعة في الاخر اتغير لا بقيت الاصول لاستخدامات الاموال بتسوي الالتزامات او مصادر الاموال ولكن لحظة حاجة انه جوه هنا حصل تغيير لانه كانت العملية الاولى كان فيه بند واحد هو بند النقدية دلوقتي بقى فيه كم بند بقى فيه عندي اتنين بقيت دلوقتي ممتلكات المنشأة نقدية بالبنك كامل مبلغ 700000 وعندها مباني بكام بمئة الاتنين دول جابتهم منين دايما نسأل نفسنا هي ممتلكات المنشأة منين او راجع وشايف كده مصدر الاموال يبقى مصدر الاموال المنشأة هو رأس المال تعالوا كده نشوف مع بعض العملية التالتة بقول لي فيه اربعة واحد اشترت المنشأة العدد والآلات اللازمة للقيام بعمليات الغسيل من محلات البركة بمبلغ 250000 ريال وتم تزديد المبلغ بشيك يمكن العملية دي اغيبة جدا من العملية السبقة هنا المنشأة المنشأة اشترت ايه اشترت عدد وآلات العدد والآلات دي هي عبارة عن ممتلكات المنشأة اصول كام اشترت ب250000 انا ليه هنا حطيت علامة الموجب لان انا عدد وآلات قبل العملية دي كان في عدد وآلات طبعا لا دلوقتي حصل فيها ايه حصل زيادة في العدد والآلات والعدد والآلات دي تعتبر ايه تعتبر اصول طب صاحب المنشأة تسدد 250000 منين بشيك يعني من النقدية بالايه من النقدية بالبنك طب هو كان البنك كان فيه كام ما ترجعش بقى للعملية الاولى نرجع للعملية الايه التانية يعني العملية الشابقة للعملية الثالثة النقدية بالبنك هيشدد منها كام 250000 يعني حساب النقدية بالبنك هيحصل ايه هيحصل نقص وإحنا عارفين انه النقدية بالبنك تعتبر ايه تعتبر اصول يبنى نقدر نقول ان العملية ديت اثرت على كام حساب على الاقل على كام واحد على اثنين يعني اي عملية محاسبية بتأثر على المعدلة المحاسبية على الاقل في حسابين العملية ديت اشتغينا عدد وآلات ب250000 العدد والآلات ديت اصول اصول ثابتة تمام زادت بقت ايه موجب دفعت تمنها من البنك النقدية بالبنك يبقى حساب النقدية بالبنك حصلوا ايه حصلوا نقص والنقدية اصول يبقى العملية ديت في اي جانب العملية ديت في جانب واحد هو جانب ايه جانب الاصول تعالوا كده مع بعض نشوف ازاي بيتم اعداد قيمة المركز المالي للمنشأة بعد العملية ديت هنسأل الاول النقدية بالبنك كانت كام يبقى ارجع لمن ارجع للعملية السابقة لابلاء على طول مباشرة وحلاقي انه كان عندي عندي نقدية بالبنك كام المبلغ النقدية بالبنك 700 ألف دفعت منهم كام النقدية بالبنك حاش الله ايه حاش الله نقص بكم بمئتين وخمسين ألف يبقى 700 ألف أطرح منها 250 ألف يبقى دلوقتي عندي نقدية بالبنك كام 450 ألف طيب والمباني جاي ما هي كانت بقيمتها كام 100 ألف موجودة جاي ما هي طيب ايه اللي جاد عندي عدد وآلات اشتريت انا عدد وآلات بكام عدد وآلات بمئتين وخمسين ألف يعني تعتبر ايه أصول يبقى السؤال هنا ممتلكات المنشأة عبارة عن ايه عبارة عن نقدية بالبنك مباني عدد وآلات السؤال جابت منين الحاجات دي يبقى اعمل ايه يبقى اجي اشوف النحية التانية مصادر الاموال هشوف هنا مصادر الاموال حلق ان مصدر الاموال حاجة واحدة هو ايه هو عبارة عن رأس مال المنشأة طيب هل الاصول او استخدامات الاموال وتساوي الالتزامات او مصادر الاموال في النهاية الجنبين لازم يتواجن تعالوا نشوف مع بعض العملية الربعة بتقول ايه بتقول في خمسة واحد قام ابراهيم بتحب مبلغ مية وعشرين الف ريال من حساب المنشأة بالبنك ووضعوا بسندوق المنشأة يعني اللي عمله ابراهيم كالآتي خد مبلغ من البنك وحط المبلغ دوت في صندوق المنشأة يعني الخزنة اللي موجودة فين اللي كانت موجودة في المنشأة طبعا احنا عارفين اي منشأة لازم يكون فيها ايه فيها صندوق او خزنة عشان يدفع منه اي مصروفات متعلقة بالمنشأة يبقى نقدر نقول هنا انه اثر العملية ديت على معدل المحزبة تعال نشوف مع بعض النقدية بالبنك هو سحب مية وعشرين الف من حساب المنشأة بالبنك يبقى النقدية بالبنك حصل فيها زيادة ولا نقص طبعا بيقول لي سحب يعني معنى كده النقدية حصل ايه حصل فيها نقص بكام بمية وعشرين الف وإحنا عارفين ان النقدية بالبنك تعتبر ايه اصول ممتلكات المنشأة طب المبلغ دوت اللي سحبه حطوا فين حلقين هو حطوا في نقدية بالسندوق الخزنة بتاعت المنشأة طب خزنة المنشأة قبل المبلغ ده كان فيها ايه ما كانش فيها حاجة كانت سفر لما حطت فيها المية وعشرين قلب حصل لها ايه حصل لها زيادة يبقى ايه اللي حصل هنا في العملية دي حساب النقدية بالبنك نقص بكام بمية وعشرين الف وحساب النقدية بالسندوق حصل في ايه حصل في زيادة بمية وعشرين الف وعموما حساب النقدية بالبنك والنقدية بالسندوق اللي اتنين بيعتبر ايه بيعتبر اصول تعالوا كنا نشوف مع بعض تأثير العملية دي على قائمة المركز المالي للمنشاعة اكيد في الاول حنشوف النقدية بالبنك كان فيها كام واحد يقول لي كده النقدية بالبنك كان فيها كام يبقى لازم ارجع لإيه ارجع للعملية السابقة حرجع العملية السابقة هلاء النقدية بالبنك كان فيها كام كان فيها ربع 150 الف هشيل منها كام هشيل منها 120 الف لان النقدية بالبنك حصل فيها ايه نقص يبقى دلوقتي ربع 150 الف هشيل منها 120 الف يبقى كام 330 ألف طب المبلغ ده لنا خدته من البنك حطيته فين حطيته في الصندوق يعني النقدية بالصندوق بقى فيها كام 120 ألف وطبعا النقدية بالصندوق حصل فيها زيادة يعني جانب الأصول في حساب النقدية بالبنك نقص ب120 في المقابل النقدية بالصندوق حصل فيه زيادة ب120 طيب السؤال حساب المباني اتغير طبعا لا المباني 100 ألف العدد والآلات 250 ألف زي ما هم يبقى المجموع كام 800 ألف يبقى السؤال ممتلكات المنشأة دلوقتي بقيت ايه انتم ملاحظين حاجة ان كل عملية بتتم بتعمل ايه في ممتلكات المنشأة بتزود ممتلكات المنشأة يعني كان الاول عندها نقدية بالبنك بعد كده اشترت مبنى بعد كده اشترت عدد وآلات وبعد كده عملت العملية الرابعة دية حولت مبلغ من النقدية بالبنك الى النقدية بالسندوق يبقى ممتلكات المنشأة عبارة عن نقدية بالبنك نقدية بالسندوق مباني عدد وآلات السؤال اللي دايما بسأله ايه هو جابت منين الحاجات دي جابتها منين يبقى نشوف الجانب التاني الجانب الايرسا دوت نشوف جابت منين كل ده جابتها منين جابتها من رأس مال المنشأة اللي هي رأس المال اللي هي حقوق اللي هي حقوق الملكية تعالوا كده مع بعض نشوف العملية الخمسة العملية دي بتقول لي في ستة واحد قام ابراهيم بتأسيس المحل لاعداده للقيام بعمليات الغسيل واستقبال الزبائن وقد قامت شركة شمسان بعملية التأسيس لقاء مبلغ ستين الف ريال حيث استلمت من الاستلم شركة شمسان نقدا مبلغ عشرين الف ريال والباقي وقدر اربعين الف ريال على الحساب تعالوا تعالوا كده نشوف مع بعض العملية دي هي عبار عن ايه هو ابراهيم قرر ان هو يشتري اساس طبعا طبعا الاساس زود بالنسبة للمخسلة عبار عن الارثوف ريسبشن لاستقبال الزبائن الاخر راح لمين راح لشركة شمسان واتفق مع الشركة دي على انه يشتري الاساس والتجهيزات بمبلغ كام ستين الف يبا دي الوقت اشتغى اساس وتجهيزات قيمتها كام قيمتها ستين الف يبا هنا عنده اساس وتجهيزات قيمتها كام ستين الف حصل ايه زيادة يعني ايه زيادة يعني الحساب دوت ما كانش فيه اي حاجة قبل العملية دي انا دلوقتي اشتغيت اساس وتجهيزات يبا الاصول اللي عندي حصل ايه حصل لها زيادة الاصول سبتة ولا متدولة معروف انه الاساس والتجهيزات انا بشتريها بغرض الاستخدام وليس بغرض البيع يبا نقدر نقول عليها انها اصول ايه اصول سبتة طيب ابراهيم لما اشتغل الاساس بكام ستين الف ريال دفع كام حيث استلمت دي مين اللي استلم شركة شمسان يعني معنى كده انه ابراهيم او المنشأة دفعت لشركة شمسان مبلغ عشرين الف ريال نقدا يعني من البنك ولا من السندوق اكيد طبعا نقدا يعني منين من السندوق يبقى حسابنا في السندوق حصلوا ايه حصلوا نقص نقص بكام نقص بعشرين الف ريال واحنا عارفين انه النقدية بالسندوق تعتبر ايه تعتبر اصول طيب الاساس كنته كام ستين الف دفعتنا منه كام دفعت منه عشرين الف باقي علي كام والباقي وقدر اربعين الف ريال على الايه على الحساب كلمة على الحساب او بالاجل معناها دين على المنشأ طيب الدين ده على المنشأ لمين لشركة مين لشركة شامسان شركة شامسان دي صاحب المنشأ ولا الغير شركة شامسان ده الغير يبقى كلمة دائنون ديت معناها ديون على المنشأ طيب الديون ديت قيمتها كام اربعين الف ريال يعني الديون بتاعتي حسن الله ايه زادت طبعا قبل العملية ديت ما كانش في حساب اسمه ايه حساب دائنون دلوقتي بقى في حساب دائنون في كام مبلغ في اربعين الف ريال طب السؤال الدائنون لتعتبر تعتبر ايه بقى تعتبر ديون على المنشأ للغير وكلمة ديون على المنشأ للغير هي ايه خصوم كلمة دائنون عشان برضو تبقى واضحة بالنسبانا هي عضا عن ايه مبالغ على المنشأ لمين للغير يعني خصوم طيب يبقى معنا كده العملية ديت اثرت على كم حساب على تلات حسابات اشتغيت اساس بالستين الف فالاساس كممتلكات زاد يبقى اصولي زادت دفعت من الستين الف عشرين الف من النقدية بالسندوق يبقى النقدية بالسندوق نقصد والنقدية معاوفة اصول طب والباقي الباقي ده يعتبر دين على المنشأ دين على ليه دين على المنشأ للغير الغير دول اسمهم خصوم طب تعالوا كده نشوف مع بعض تأثير العملية ديت على قائمة المركز المالي زي ما احنا عارفين انه فيه عندي هنا الجانب دوت الاصول اللي هي استخدامات اللي هي عبارة عن استخدامات الاموال تعالوا واحدة واحدة كده مع بعض ونشوف دايما ونحن بنعمل قائمة المركز المالي يكون عيني على الحسابات اللي انا محددة في البداية النقدية بالبنك هل اتغيرت مفيش عندي هنا حساب نقدية بالبنك يبقى زي ما هي طب هي كانت كانت في العملية السابقة 300 اه 300 وكام 330 زي ما هي ما تغيرتش ولكن النقدية بالسندوق كانت كام تعالوا كده نشوف مع بعض كان عندي نقدية بالسندوق كامل مبلغ 120 دفعت منهم كام دفعت منهم 20 الف يبقى 120 الف هدفع منهم 20 الف يبقى دلوقتي نقدية بالسندوق بكام بمئة ألف طب المباني ما فيش اي تغيير زي ما هي 100 ألف عدد وآلات زي ما هي 250 ألف بس في دلوقتي أصول جديدة اشتريتها ايه أساس وتجهيزات بكامل مبلغ 60 ألف يبقى مجموعة دلوقتي ممتلكات المنشأة اتغير او لا ما اتغير هو كان في الفترة في العمليات اللي فات ادئت كان ثابت على 800 ألف دلوقتي حصل ايه حصل تغيير في اصول المنشأة بقت كام 840 ألف لازم الجانب الآخر يساوي نفس المجموعة اللي هو كام 840 ألف السؤال هو احنا جبنا الممتلكات دي منين هتيجي تقول كلها من رأس المال لا ليه لان عنده هنا ايه فيه عندي هنا ديون مصادر الاموال دايما حكتين مصادر الاموال عبارة عن خصوم وحو ملكية حو الملكية اللي هي عبارة عن رأس المال ولكن العملية ديت تمت في جزء منها عن طريق الدائنون والدائنون يعني يعني دين على المنشأة للغير يعني الخصوم يبقى نقدر دلوقتي نقول انه ممتلكات المنشأة جابتها عن طريق حكتين ايه هما عن طريق رأس مال المنشأة بالتمنمئة الف وكمان عن طريق حساب الدائنون اللي هو كام اللي هو عبارة عن اربعين الف يبقى هللاحظ حاجة انه التلات حسابات اللي موجودة عندي ظهروا فين ظهروا في قيمة المركز المالي الاساس بستين الف اصول النقدية بالسندوق كانت بمية وعشرين الف نقصتها بعشرين الف بقت مية ومية الف الدائنون دين على المنشاة يعني التزامات يعني خصوم دائنون بكم باربين الف طب وفي الاخر لازم المعدلة المحاسبية يحصل فيها ايه لازم تتوازن الجانب الايمن يسوي الجانب الايصر تعالي نشوف مع بعض العملية رقم ستة بيقول لي في خمستاشر واحد حصلت من فندق الافراح على مبلغ عشرين الف ريال نقدا يعني ابضت كم عشرين الف ريال نقدا لقاء ايه لقاء قيام المنشأة بأعمال غسيل خاصة بالفندق طيب تعالوا كنا نشوف مع بعض هو طبعا نشاط المنشأة اللي احنا بنتكلم عليها هو نشاط خدمي ايه النشاط دوت هو اعمال ايه غسيل المنشأة ديت عملت اعمال غسيل للفندق قيمتها كام عشرين الف ريال نقدا الاعمال ديت تدخل تحت هي نريد نقول عليها ديت ايراد يعني هنا المنشأة ديت حققت ايرادات قيمتها كام قيمتها عشرين الف ريال واحنا عارفين انه الاراد عبارة عن حق من حقوق ملكية المنشأة يعني دايما اي ايرادات واي مصروفات بتعود على مين بتعود على صاحب المنشأة يبقى معنا كده الارادات ديت تعتبر حقوق ملكية طيب المبلغ دوت اللي هو عشرين الف المنشأة اخدته نقدا يعني راح فين راح في السندوق النقدية بالسندوق حصل للنقدية بالسندوق حصل لها ايه حصل لها زيادة بعشرين الف واحنا عارفين طبعا انه النقدية بالسندوق هي عبارة عن ايه هي عبارة عن اصول يبا العملية ديت مرة تانية انه المنشأة قامت بعمليات غسيل للفندق بمبلغ كام عشرين الف ريال نقدا يعني معنى كده النقدية بالسندوق زاد بعشرين الف اصول طب المبلغ ده يعتبر بالنسبة للمنشأة اراد وده اول عملية تقوم بيها وتحقق اراد الاراد هنا كام عبارة عن عشرين الف طب السؤال هنا الاراد ده يعود على مين يعود على صاحب المنشأة يعني حقوق الملكية طب تعالوا كده مع بعض نشوف اصر العملية ديت على قائمة المركز المالي او المعادلة المحاسبية لو انتم ترجعوا معايا هنلاقي ان المعادلة عبارة عن الاصول تتساوي ايه تتساوي نحية التانية الخصوم وحقوق الملكية تعالوا كده نشوف مع بعض اصول المنشأة عبارة عن ايه هل النقدية بالبنك دايما نرجع للعملية السابقة هل النقدية بالبنك اتغيرت لا العملية ديت هتأثر على كم حساب على اتنين النقدية بالسندوق والاراضات اما باقي الحسابات كما هي يبا النقدية بالبنك زي ما هي 330 الف النقدية بالسندوق واحد يقول لي هي كانت كام تعالوا نشوف مع بعض كان عندي نقدية بالسندوق 100 الف وجالي اغاض دخل للنقدية بالسندوق بكام ب20 الف يبا 100 الف زائد ل20 الف يبا كام معي 120 الف طب والمباني كما هي والعدد والالات كما هي والاساس كما هي طب نجمع هنلاقي المجموع كام 860 الف هو دايما اللي بتغير بتتغير جوه بعض الحسابات المبالغ وبتيتغير المجموع بس هل بيتغير التوازن لا لازم يحصل ايه لازم يحصل توازن ما بين الاصول وايه والخصوم وحقوق الملكية يبقى المعادلة بتاعت بتقول ايه بتقول الاصول تساوي الخصوم وحقوق الملكية الخصوم كانت في الميزانية السابقة او في قيمة المركز المالي كانت كام كانت اربعين الف زي ما هي لسا الدين اللي علي موجود اربعين الف طيب وحقوق الملكية غأس المال كما هو تمنمائة الف ولكن حصل ايه على حقوق الملكية حصل زيادة لحقوق الملكية قيمتها كام عشرين فيه مبلغ عبارة عن دائنون لشركة مين شام سان وفيه كمان حقوق ملكية اللي هو عبارة عن رأس المال وكمان الايه الاغذات يبقى الاغذات ديت بتعتبر سبب من اسباب زيادة ممتلكات المنشئة لانه العشرين الف دول راحوا فين راحوا في النقدية بالسندوق فالنقدية بالسندوق حصلها ايه حصل لها زيادة يعني معنى كده العملية ديت لها تأثير على كام حساب على الاقل حسابين ولازم في الاخر المعادلة يحصل فيها ايه يحصل فيها توازن تعالوا نشوف مع بعض العملية السبعة يقول لي ايه في سبعتاشر واحد سددت المنشاء نقدا يعني دفعت نقدا مبلغ كام ستلاف غيال مقابل مغتبات العمال المستحقة عن الشهر تعالوا كده نشوف مع بعض اصر العملية على معادلة المحجبة يقول لي في البداية سددت المنشاء نقدا ستلاف يعني حساب النقدية بالسندوق حصل في ايه حصل في نقص سددت يعني دفعت دفعت كام دفعت ستلاف وإحنا عارفين انه النقدية بالسندوق تعتبر ايه تعتبر اصول طيب المبلغ اللي دفعته ده مقابل مغتبات العمال يعني اجور العمال الاجور ديت تعتبر مشروفات وعلى فكرة اي ارادات اي مشروفات لها علاقة بحقوق الملكية الاراد بيزود حقوق الملكية طيب والمشروفات بتنقص حقوق الملكية يبقى اجور العمال ديت تعتبر ايه تعتبر مشروف هيعمل ايه في حقوق الملكية ده حينقص حقوق الملكية تعالوا كده مع بعض نشوف العملية ديت ونشوف الجانب الايمن اللي هو عبارة عن الاصول النقدية بالبنك كما هي 330 الف العملية ديت تأثير على كم حساب على اتنين النقدية بالسندوق وحقوق الملكية ليه اجور العمال اللي هي المرسوفات يبقى هنا بالنسبة للاصول هتبقى كلها كما هي فيما عدا النقدية بالايه النقدية بالسندوق هيحصل فيها نقص طب هي كانت كام تعالوا نشوف مع بعض العملية السابقة كان في عندي نقدية بالسندوق كان فيه كام 120 وعشرين وعشرين ألف دفعت منهم كام دفعت منهم ستة تلاف يبقى مية وعشرين ألف أطرح منها ستة تلاف يبقى النقدية بالسندوق دلوقتي يبقى كام مية واربع عبار عن الخصوم وحقوق الملكية طب تعالوا كنا نشوف مع بعض الخصوم حنلا ان الخصوم ما تغيرتش زي ما هي لسه الدين اللي علينا كما هو كام المبلغ 40 ألف طب حقوق الملكية حقوق الملكية حقوق الملكية رأس المال كما هو ما حصلش تغيير بس كان فيه في العملية السابقة كان فيه ايه كان فيه عندي إرادات بكم بمبلغ 20 ألف ودلوقتي فيه عندي عندي مصروفات بكم 6 ألف يبقى نقدر نقول حاجة هنا طبعا هو في الآخر جانب الأصول لازم يسوي ايه جانب الخصوم وحقوق الملكية هنا كام عندي هنا عندي 854 ألف هنا برضو 854 دي عبارة عن الأصول وهنا الخصوم 40 ألف وحقوق الملكية مجموعها كام 800 ألف زائد 200 ألف زائد 20 ألف أطرح منها 6 ألف يطلع معنا 814 ألف الرقم لما حطه بين قصين ده معناه انه بتطلح بس نطلع بحاجة هنا من العملية دي انه حقوق الملكية هي عبارة عن هي عبارة عن رأس المال زائد الإرادات ناقص المشروفات تعالوا نشوف مع بعض كده الملحوظة دي يقول لي هي يلاحظ من العمليتين 6 و 7 أن معدلة المحاسبة يمكن أن تمتد لتغطي عناصر الإرادات والمشروفات يعني نقدر نقول أن معدلة المحاسبة مش أصول وخصوم وحوق ملكية لا ده هندخل عليها كمان الإرادات وليه والمشروفات وفي هذه الحالة تأخذ معدلة المحاسبة الشيغة التالية الأصول تساوي الخصوم جائد حقوق الملكية وحقوق الملكية دي بتزيد بإيه تزيد بالإرادات وبتنقص بالمشروفات تعالوا كنا نشوف مع بعض العملية دي يبقى هنا نقول الأصول بتساوي إيه الأصول بتساوي الخصوم جائد حقوق الملكية جائد الإرادات ناقص المشروفات إحنا لو طبقنا النواحي الغياضية هنقول هنا في علامة إيه بتساوي طيب المشروفات بتسالب لو خدتها ونقلتها النحية التانية هتبقى بإيه هتبقى بقيمة مجابة يبقى نقدر نقول المعادلة بقى عبارة عني الأصول زائد المشروفات هتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإرادات يبقى نقدر نقول هنا لما خدنا المشروفات نقلناها إلى الجانب التاني الأصول ما هي معادلة المعادلة من حق إننا أخذ حساب أو طرف هو هنا بالسالب أنقله الناحية التانية لما جاء أنقله الناحية التانية في الغياضة بيقول لي لما تنقله انقله بإشارة مخلفة يعني هو بالسالب هننقله هنا بقيمة مجابة يبقى هقول هنا الأصول زائد المشروفات هتساوي إيه الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإرادات تعالوا كانش مع بعض المعادلة الأخيرة كل دوت عشان دخلنا إيه عشان دخلنا الإرادات والمشروفات على المعادلة المحسبية يبني ضنول أن الأصول زائد إيه المشروفات هتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإرادات السؤال هنا هو الفرق بين الإرادات والمشروفات مش هو عبارة عن غبح أو خصار يبقى نقدر نقول إيه نقدر نقول أن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية طب حقوق الملكية دي هي عبارة عن إيه عبارة عن رأس المال أضيف أضيف عليه الأرباح أو أطرح منه الخسارة الخسارة يبقى نقدر نقول هنا أن الأصول لها ممتلكات المنشأة تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية ولو إحنا رجعنا للعملية السابقة عن دي عن الملحوظة دي مباشرة أهي حقوق الملكية رأس المال زائد الإرادات نقص المصرفات طيب لما قول الإرادات عشرين ألف والمصرفات ستة ألاف يبقى نحقق ربح والأخسارة يبقى نحقق الإرادات أكبر من المصرفات يبقى أنا حيات حيات ربح يبقى أقدر أقول رأس المال زائد الربح اللي هو كامل ربح هنا عشرين ألف أطرح منها ستة ألاف يبقى أربعتاشر ألف يبقى تمنمائة ألف زائد الأرباح أربعتاشر ألف يبقى تمنمائة واربعتاشر ألف يبقى هنا بقول إيه الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية وحقوق الملكية دي تعبار عن رأس المال ياما أننا أجمع عليها الأرباح أو أطرح منها ليه الخشير طب إزاي أجيب الأرباح والخشير بجيب الأرباح والخشير عن طريق بطرح إيه من إيه بطرح الإرادات من المشروفات تعالوا كده مع بعض نكمل التمرين بتاعنا وإحنا جايما اتفقنا من البداية إنه التمرين دوت عبارة عن عشر عمليات تعالوا كده نشوف مع بعض العملية رقم تمانية دولي قامت المنشأة بعمليات تنظيف وغسيل لشركة الخزامي مقابل فاتورة بلغت قيمتها 30 ألف ريال يعني هي شغل جديد قامت بيه يعني معنى كده إن هي حققت إيه حققت إراد قامت بعمليات تنظيف وغسيل لشركة مين الخزامي شركة وقد وعدت شركة الخزامي بتجديد الفاتورة خلال إيه خلال الأشهر القادمة السؤال هنا أنا النهاردة كمنشأة قدمت خدمة لمين لشركة الخزامي بقيمة 30 ألف إحنا قلنا أي خدمات بتقدمها المنشأة يعتبر إيه إراد والإرادات هنا جادت بكام جادت بـ 30 ألف وإحنا عرفنا من شوية إنه الإراد بيؤدي إلى زيادة حقوق الملكية يبقى حقوق الملكية حصلت زيادة بكام بتلاتين ألف السؤال إحنا أبضنا قيمة النشاط دوت اللي إحنا قلنا به أو الإراد هل إحنا أبضنا قالك لا وعدت شركة الخزامي بتجديد الفاتورة خلال الأشهر القادمة معنى كده إن إحنا قدمنا الخدمة دية على الحساب يعني بالإيه بالأجل طب السؤال هنا هو المبلغ دوت علي ولا لي طبعا أكيد 100% المبلغ دوت حق لي يعني هنا لما يكون المبلغ دين علي بستخدم حساب اسمه دائنون لما يكون المبلغ دوت حق لي بستخدم حساب اسمه مدينون أو حساب العملاء يبقى أنا لي دلوقتي عند شركة الخزامي اللي بتعتبر عميل كم لي عنده لي عنده 30 ألف ريال طب حساب المدينون دوت يعتبر إيه ده يعتبر حساب من حسابات الإيه حساب من حسابات الأصول تاني العملية ديت المنشأة قامت بخدمات تمزيف وغسيل لشركة الخزامي بمبلغ 30 ألف يبقى نقدر نقول هنا إنه المبلغ دوت اللي هو 30 ألف ده يعتبر إيغاد بالنجبة للمنشأة وإحنا عارفين إن الإيغاد بيؤدي إلى زيادة حقوق الملكية يبقى حقوق الملكية حتزيد بكام حتزيد بتلاتين ألف طب الإيغاد ده هل أنا عبطه قال لي لا ده شركة الخزامي حتدفع خلال شهور يعني معنى كده المبلغ دوت حق حق إلي عند مين عند الغير يعني أنا معناها إن أنا قدمت الخدمة ديت على الحساب أو بالأجل تاني لما يكون علي مبلغ بستخدم حساب اسمه دائنون أما هنا لي إبقى بستخدم حساب اسمه إيه مدينون أو عملة بكامل مبلغ بتلاتين ألف إبقى حساب المدينون أو حساب العملة حصل فيه زيادة بكام بتلاتين ألف يعني ممتلكات دلوقتي بدل ما تكون الممتلكات ديت في شكل نقدية عشان أنا ما خدتش نقدية بقت في شكل إيه حساب مدينون ليا عند المدينون مبلغ كام تلاتين ألف تبقى ممتلكات المنشأة بس في شكل حساب اسمه مدينون تعالوا كده مع بعض نشوف العملية ديت تأثيرها على قائمة المركز المالي تعالوا كده نشوف النقدية بالبنك هل اتغيرت أكيد لا العملية ديت هي تأثيرها على كم حاجة على حساب المدينون وعلى الإغادات يعني على الأصول وعلى حقوق الملكية يبقى نقدر نقول أن النقدية كما هي 330 ألف والنقدية بالسندوق كما هي 114 ألف بس دخل دلوقتي حساب جديد اسمه مدينون حساب مدينون اللي هو شركة مين شركة الخجامي لي عندهم كام لي عندهم 30 ألف ممتلكات ولا مش ممتلكات ممتلكات طيب المباني والعدد والآلات والأساس والتجهيزات زي ما هم يبقى المجموعة هنا بقى كام 884 ألف دي تعتبر ممتلكات المنشأة طيب ما تيجي نشوف النحية التانية الدائنون كما هو علي 40 ألف وحوو الملكية رأس المال كما هو 800 ألف اه بتشفيه هنا نقطة مهمة جدا ايه هي الإراد هل الإراد 30 ألف لو احنا رجعنا للعملية رقم 7 حلائي كان عندي إراد متشجل بكام بـ 20 ألف ودلوقتي عندي إراد كمان بكام بـ 30 ألف يبقى 20 ألف و30 ألف يبقى المنشأة دي تحققت إراد مجموعة كام 50 ألف والمشروفات كما هي يبقى نقدر نقول إن حقوق الملكية هي عبار عن رأس المال زائد زائد الإرادات ناقص المشروفات حقوق الملكية عبار عن رأس المال زائد الإرادات ناقص المشروفات أو حقوق الملكية هي عبار عن رأس المال زائد او ناقص الربح او الخسار يعني لو احنا النهاردة شفنا الاراضات كام حلا ان الاراض اربين الف اطرح اه خمسين الف الاراض خمسين الف اطرح منه ايه المشروفات ست الاف يبقى خمسين الف اطرح منها ست الاف يبقى معايا اربعة واربعين الف يبقى الربح بتاع المنشأة اربعة واربعين الف الربح دو اضيفه على رأس المال يبقى تمنمية الف زائد اربعة واربعين الف يبقى تمنمية اربعة واربعين الف دي يعطي عمعنه حقوق الملكية في الاخر حلاقي ايه انه لازم جانب الاصول يساوي ايه يساوي جانب او مصادر الاموال اللي هي عبارة عن الخصوم وحقوق الملكية تعالوا كده نشوف مع بعض العملية رقم تسع يقول لي ايه سددت المنشأة جزء من الرصيد المستحق عليها لشركة شمسان حيث سددت بشيك مبلغ 30 الف ريال يعني المنشأة لو احنا رجعنا للعملية رقم تمانية حلاق ان انا علي يا دين بكام علي يا دين قمت 40 الف ريال لمين لشركة شمسان دفعت منه كام تعالوا كده نقرأ مع بعض اللي دفعت منه 30 الف ريال دفعته بايه بشيك يبقى نقدر نقول انه النقدية بالبنك تقول لك سددت يعني ايه يعني دفعت يعني النقدية بالبنك حصل فيها ايه حصل فيها نقص بكامل مبلغ نقصد ب30 الف واحنا عارفين ان النقدية بالبنك اصول طيب المبلغ دوت اللي انا دفعته ده في مقابل ايه في مقابل اننا شددت جزء من الدين اللي علي اهو تعالوا كان نشوف مع بعض انا كان علي حسابي دائنون بكام كان علي اربعين الف لما ادفع منه المبلغ دوت ادفع منه تلاتين الف يبقى الدين اللي علي يحصل في زيادة ولا نقص انا علي كام انا علي اربعين الف دفعت منهم تلاتين الف يبقى حساب الدائنون لشركة شمسان مفروض يحصل فيها ايه يحصل فيها نعص بكام بتلاتين الف يبقى نقدر ناخد العملية دي مرة اخرى بنقول ايه المنشأة دفعت جزء من الدين اللي عليها لشركة شمسان دفعت كام دفعت تلاتين الف دفعت تلاتين الف طيب هي كان عليها كام هي كان عليها لشركة شمسان اللي هم حساب اسمه ايه دائنون كان علي اربعين الف لما ادفع لهم التلاتين الف حساب الدائنون يحصل في ايه ينقص يعني انا كان علي اربعين الف لما ادفع منهم تلاتين الف يبقى علي كام يبقى باقي علي عشرة يبقى حساب الدائنون يحصل له ايه نقص وإحنا عارفين أن الدائنون يعني خصوم ديون ديون على المنشأة للغير طيب أنا دفعت المبلغ دوت بإيه؟ بشيك يعني النأدية بالبنك النأدية بالبنك حصل فيها إيه؟ النأدية بالبنك حصل فيها نقص ننصد بكام؟ بالمبلغ اللي أنا دفعته 30 ألف وإحنا عندنا النأدية بالبنك أصول طيب تعالوا كده نشوف مع بعض أشر العمليتين دول أو الحسابين دول على قائمة المركز المالي تعالوا كده نشوف مع بعض هنا النأدية بالبنك هل هل اتغيرت هنرجع للميزانية الشبقة وحنلاقي النأدية بالبنك فيها كام؟ فيها 330 ألف بس العملية دية دفعت كام؟ 30 ألف يعني معنى كده حساب النأدية بالبنك حصل فيه إيه؟ حصل فيه نقص 30 ألف كانت 330 ألف دفعت 30 ألف يبقى كام دلوقتي؟ نأدية بالبنك 300 ألف طيب السؤال النأدية بالسندوق حساب المدينون المباني العدد والآلات الأساس كما هو طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ناحية تانية الخصوم أنا كان عليّ دائنون بكام في العملية الشبقة؟ كان عليّ كام؟ 40 ألف دفعت منهم 30 ألف يبقى الدين اللي عليّ حصل فيه إيه؟ حصل فيه نقص نقص بقى كام دلوقتي؟ أنا كان عليّ 40 ألف دفعت 30 ألف يبقى عليّ 10 ألف طيب السؤال حول ملكية؟ حول ملكية ما لهاش أي تأثير هنا ليه؟ لأن عندي رأس المال كما هو 800 ألف الإرادات كما هي 50 ألف والمصروفات كما هي ولكن السؤال لازم المعدلة يحصل فيها إيه؟ لازم يحصل فيها توازن يعني الأصول تسوي إيه؟ الخصوم زائد حقوق الملكية وحقوق الملكية هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن رأس المال زائد الإرادات ناقص المصروفات طيب تعالوا نشوف مع بعض العملية الأخيرة بتقول إيه؟ في 21 سددت شركة الخزامي مبلغ 20 ألف ريال نقدا كجزء من الرصيد المستحق عليها للمنشأة عادينا نعرف هي شركة الخزامي ديت كان ليه عندها كام؟ تعالوا كده مع بعض نشوف العملية ديت حلا إن شركة الخزامي ليه عندها كام؟ 30 ألف حساب اسمه كان إيه؟ حساب مدينون طيب تعالوا كده نشوف مع بعض هو قال لينا إيه؟ شركة الخزامي سددت يعني ادتني أعطتني 20 ألف ريال نقدا من المبلغ اللي عليها هي كان عليها 30 ألف ادتني كام؟ ادتني مبلغ 20 ألف نقدا يعني النقدية بالسندوق حصل فيها إيه؟ حصل فيها زيادة بمبلغ كام؟ 20 ألف طيب السؤال أنا خدت المبلغ ده من مين؟ أنا خدت المبلغ دوت من شركة الخزامي تعالوا كده نرجع مع بعض حلاقي إن شركة الخزامي إنه حساب إيه؟ حساب المدينون كان ليه عندهم كام؟ كان ليه عندهم 30 ألف دلوقتي لما يدفعوا كام؟ لما يدفعوا 20 ألف يبقى حسابهم يحصل فيه هيحصل فيه نقص نقص بكام؟ بـ 20 ألف لما يدفعوا يبقى نقول هنا إنه النقدية بالسندوق لأننا أخدت من شركة الخزامي 20 ألف حصل فيه زيادة بـ 20 ألف أصول جالد والمبلغ والمبلغ دوت أنا أخدته منين؟ أخدته من المدينين من شركة الخزامي وهم كان عليهم ليه 30 ألف الدوني كام؟ الدوني 20 ألف يبقى أكيد الدين اللي عليهم نقص نقص بكام؟ 20 ألف حساب المدينون وحساب النقدية اللي 2 أصول تعالوا كنا نشوف مع بعض العملية دي أثرها على قائمة المركز المالي أو معدلة المحزمة تعالوا كنا نشوف مع بعض النقدية بالبنك كما هي اللي حيتغير هو اللي حيتغير هو النقدية بالسندوق لأن أنا أبطت كام؟ أنا أبط 20 ألف ريال طب تعالوا كده نرجع مع بعض اللي العملية دي العملية التاشعة حلاق أن كان عندي نقدية بالسندوق كان كام؟ 114 أبطت كام؟ أبطت 20 ألف يبى 114 أضيف عليها 20 ألف يبى 134 طب أنا أبطت المبلغ ده من مين؟ أبطت من المدينون طب أنا المدينون كاللية كام عندهم؟ تعالوا كده نرجع مع بعض لحساب المدينون المدينون كاللية كام؟ كاللية عندهم 30 ألف هم دفعوا لكام؟ دفعوا لـ 20 ألف يبى كان عليهم 30 ألف دفعوا 20 ألف يبى باقي كام؟ باقي 10 ألف طب والمباني والعدد والأساس والتجهيزات كما هي ما تغيرتش يعني العملية دي تأثيرها على إيه؟ على جانب الأصول النقدية بالسندوق زادت في مقابل حساب المدينون اللي هو المبالغ الليلية عند الغير نقصت لأن أبط أما الجانب الآخر كما هو يعني الديون كما هي 10 ألف على شركة شمسان رأس المال كما هو الإرادات كما هي المصرفات كما هي كده يبقى إحنا بالعملية رقم 10 يبقى إحنا وضحنا إيه هي المعدلة المحاسبية المعدلة المحاسبية هي عبارة عن الأصول تساوي الخصوم زائد إيه زائد حقوق الملكية ولكن اللي إحنا عرفناه أنه ضفنا عليها كمان الإيه الإرادات والإيه والمصرفات إيما نريد أن نقول إنه حقوق الملكية هي عبارة عن رأس المال زائد الإرادات ناقص المصرفات بالعملية العشرة دي يكون إحنا انتهينا من المثال المثال ده كان الهدف منه توضيح أي عملية بتتم في المنشأة بيكون لها أصل على إيه على معدلة المحاسبة ولابد إنه في النهاية يحصل إيه يحصل نوع من التوازن في المعدلة المحاسبية يعني إنتوا لو ترجعوا للعمليات العشرة اللي احنا تكلمنا عليها هنلاقي إنه العمليات العشرة لابد إنه الأصول أو استخدامات الأموال تساوي الالتزامات أو مصادر الأموال وإيه هي مصادر الأموال اللي هي الخصوم وحول الملكية وعرفنا إن حول الملكية اللي هو عبارة عن رأس المال زائد الإرادات ناقص المصوفات إن شاء الله نكمل الموضوع دوت في المحاضرة القادمة بإذن الله وده يعتبر الموضوع التاني له تكملة في المحاضرات القادمة إن شاء الله بتمنى لكم كل الخير والسعادة وربنا دايما يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته